نحن نتكلم قبل الفاصل ازاي نادي الزمانك استغل نقاط ضعف نادي الاهلي شهاب لغز امام عشور امام عشور واضح الحالة السيئلة على مستوى في الفترة الاخيرة وده مش مربوط كمان ان هو لعب كجناح شمال في المباراة الاخيرة لان جزء كبير من الناس اللي حللت الشكل الفني اللي ظهر با امام عشور في مباراة السيراميكا ان هو غير مركزه او لعب كجناح شمال مع ان انا شايف ان التغييرة دي كانت في صالحه اللي انت بتقلل معدلات الجارية بتاعتك دائما موجود في التلت الاخير مش مطالب اكتر باداء المهام الدفاعية لان وراك لعيب رقم 8 مع الباك الشمال بقفله الحتة دي اكتر وانت بيبقى منوط ليك اللي انت تاخد التلت الامامي او الفرقة انها تطلع من خلالك على الكورة لكن تيجي تبص الاركام امام عشور في المباراة اركام سلبية اكتر اللعيب يمكن افتقد الكورة من نادي الاهلي تحت ضغط لو نجيب الاركام معنا انت امام عشور لما تيجي تبص في تشكيلة نادي الاهلي لو جاد رجال الاركام لو التشكيلة بتاعت نادي الاهلي امام السيراميكا لو بصيت على اللعيبة كلها مين اللعيب اللي نادي الاهلي يقدر يعتمد عليه في عملية الخروج بالكورة هو أمام عشور اللعيب اللي يقدر يستلم تحت ضغط ويقدر أنه عنده المهارة في عمليات التيرنات وأنه يعمل دبل باس مع اللعيب اللي حواليه بدأ ينقلك للجزء الأمام فده أصبح هو المتنفس للنادي الآن لكن بالنسبة للأرقام لو جيت بسيط من اللعيب صاحب الخط الطويل قوي ده هو أمام عشور طيب الرقم السلبي له رقم عشرة ده من أصل 12 كورة استلمها أمام عشور 10 كورات فقدهم تحت ضغط وده على كبير جدا معنى كده في كل كورة أمام بيستلمها وفيه اللعيب يبقى موجود وراه وبيضغط عليه بشكل قوي بيستخلص من الكورة كورة واحدة قدر أنه يعدي فيها بمهارته كورة تانية استلمها فاستكلم من 12 كورة استلم كرة واحدة وكورة ادري فيها أنه يراوض فيها هوا عمل دربل بالكورة مرة واحدة وقدر يعدي تشت تاني صح كده استلم كورة مرة واحدة وفقدة كورة عشرة مرهات تحت ضغط وده يمكن رقم هي الارينا الوست هو يمكن ما دخلش في التحامات هو ما دخلش في الاريال ال MILLionen ده اللعيبي 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 blas طاهر محمد طاهر وفيقا للمركز اللي كان بيعب فيه طاهر إنه بيعب كراس حرباء فكان طبيعي إنه يبقى فيه التحامات كتير معه من لعيبي الاتنين مساكين وإنه دائماً بيبقى فيه التحامات هوائية والتحامات أرضية فكان أمر منطقي إنه نشوف الأرقام بتاع طاهر بالشكل دا من 8 كرات إنه هو بيفقده كورة تحت ضغط ثلاث مرات إنه بيقدر إنه هو يفقده كورة في عملية الاتحامات الهوية ويستلم كورة واحدة يمكن ده عدد قليل وده اللي خلى النادي الأهلي ما بيبقاش عنده الكدرة في عملية الخروج بالكورة اللي انت اللعيبة بتاعتك ثانيا واحدة في رحم آآ آآ مرسر جال لن نرسل صورة تانية شان فيها شفت كارسة كده بيرسي تاو استلم أربعة وخسر الاربعة ما ده النقطة اللي احنا بنتكلم فيها إنه للنادي الأهلي ما كانش عنده القدرة أن يخرج بالكورة كل اللعيبة اللي كانت موجودة في التلت الأخير للنادي الأهلي سواء إمام سواء طهر سواء بيرسي تاو لما حسين كمان نزل زي ما قال أحمد ما كانوش عندهم القدرة على عملية الاستحواة تحت ضغط كل دي أجنحتك اللي هي المتنفس بتاعك ده المتنفس بتاعك وكمان كمان إمام انت ده ما بتيجي تتكلم على إمام عشور وصفقة إمام عشور هو اللعيب رقم تمانية أو حتى لو استخدمته كجناح ده أنا بسهلهم أموريته في الشق الهجوم هو كمان مساعدنيش تعال نجيب الصورة اللي بعد كده ونشوف الأماكن اللي نادي الأهلي افتقد فيها الكورة بشكل جبير قدام سيراميك كلها في التلت الأخير فدائما نادي الأهلي يوصل لنص ملعب المنافس ده عشان كان ملعب على لونج باس على لونج باس أو حتى في عملية إنه هو بيمرر الكورة حتى في الدابل باسكت الكورة دائما بتقطع وهتلاقي أكتر الكورة يا استاذ رجاية كلها ناحية الشمال اللي كان موجود فيها أمام واللي كان موجود فيها أفشة بيميل معاه واللي كان موجود فيها يحي عطوت الله فأنت بتتكلم لو بسيت على الخط ناحية الشمال بتتكلم أدي واحدة في ستة سبعة تسعة عشرة أربعتاشر كورة في الخط اللي ناحية الشمال كله اللي كان موجود فيه إمام عشور نمكن الترجمة للأماكن اللي نادي الأهلي فقط فيهم الكورة أغلب أو أكتر الأرقامة تلاقي موجودة في شمال نادي الأهلي تلت المنافس بالزبط الجانب الشمال اللي كان موجود في إحادة طلعه وإمام عشور وساعات مجد أفشل لما كان بيميل معاهم فإنت محتاج إيه من فريق أو مستنى إيه من فريق التلت عناصر أو التلت لعيبة اللي موجودين في التلت الأخير اللي هم المتنافس زي ما قال جهل من شوية اللي انت محتاج تبني عليهم اللعب وأنهم يكونوا اللعيبة اللي بتاخدر مش مشكلة بروفايل لعيبة لا مش بمشكلة بروفايل هو الكوالية اللعيبة احنا كلنا عارفينه اللعيبة كبيرة كلها والعيبة عندها قدرات فنية كبيرة توريتك أصلاً إنكانيات قبل كده انت شفت منهم حاجة بسيقدر انك تقول لا هو في حاجة غير هو يقدر يعمل كده لكن هو في حالة زهنية مش مفهومة بالنسبة لإمام عشور وده باين أوف تركيزه حالة لا مبلغة في عملية الضغط عملية الاستلام من غير حتى ما بيبقاري اللعب دائماً لعيبة دائماً بتاعة نصف الملعب بيحل بيعمل عملية الاستلام للملعب قبل كرة ما بيجيله فبيفضل المساحة الاستلام الشهير بتاعة ميسي طبعاً بالضبط فأنت كرة جايلك أنت عارف أنت هباس الكرة إزاي لو أنت مضغوط عليك هتلعبها من لامسة واحدة ولا تستلم تبتستلم لجوة ولا لبرة أغلب لعيبتنا ده في الوقت الحالي ما بتعملش كده عشان كده بتشوف الأرقام السلبية الكبيرة دي خاصة من إمام عشور الأداء هو متراجع بشكل كبير سواء في مركز 8 أو مركز 10 أو مركز الجناح لم يمكن الناس كتير قالت لك لا أو وفقت كتير من قوته عشان خرج برا مركز 8 أنا شايف إن الموضوع تسهله أكتر لأنه بحطه في التلت الأخير فما يقديش كمان على المستوى الهجومي بالشكل إحنا شوفناه قدام سيراميكا لأن دي الأهل عنده مشكلة ومشكلة كبيرة في التلت عناصر أو اللعيبة اللي موجودة في التلت الأخير لازم كولر يعالجها ويوجد حلول داخل الملعب من العناصر دي مش شايف أعتغير إمام عشور مش شايف أعتغير حسين الشحات مش شايف أعتغير بيرستاو خاصة من ده السكواد الأساسي اللي أنت بتلعب عليه فأنت محتاج اللي أنت تعمل نوع من أنواع التطوير اللعيب هي المشاكل اللي موجودة عندهم وأبدأ اللي أنا أعالجها تمام طيب